نحن live بسم الله نعم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في حوار رائع وسهرة جميلة من صهراتنا اليومية كل يوم الساعة تمانية زي ما وعدناكم نستطيع أن نجلب لكم عنوان وموضوع مهم جدا يهم معظم أبناء الجالية ما بنحكي كلهم لأنه صعب أنك تجمع الكل على نفس الموضوع لكن هذا الموضوع اليوم بنحكي فيه مهم جدا 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 وهو العناية بصحة الأسرة والأطفال خاصة ونخصص جزء كبير للأطفال المصابين بالطرابات التوحد وفرط الحركة باسمي واسم صديقي وزميلي وأخي الأستاذ محمد التميمي نرحب بضيفتنا الأستاذة عبير لبابنا استشارية سلوكية واستشارية اضطرابات نمائية واضطرابات توحد ستكون معنا اليوم أهلا وسهلا بك أستاذ عبير أهلا فيكم أهلا فيكم طبعا إحنا وعدنا الجميع أن تكون معنا وهينا الحمد لله وفين أبوعدنا رح يكون الموضوع كتير مهم وشيق في ناس كتير الآن بسألوا عن هاي الأسئلة وخاصة مع الأطفال الموجودين في البيت أنا حترك المجال لأخي محمد وأستاذ عبير يعطيك العافية نشكرك للمرة الثانية على حضورك معنا ونشكرك في كل مرة على تجاوبك اللي إحنا شفنا ندخل في الموضوع إحنا الآن بدأنا جزء من الكلام عن الأطفال في المرة اللي فاتت نعم وذكرنا عن أن الطفل يتعرض في هذه الفترة لمشاكل والاضطرابات هل كل الأطفال حيتعرضوا لهذه المشاكل والاضطرابات؟ أم أنه هناك فئات معينة من الأطفال تتعرض لهذه المشاكل والاضطرابات؟ هل الأهل عليهم أن يغيروا كل روتين حياتهم علشان يستوعبوا الوضع الجديد مع أطفالهم؟ هل يتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة التفتوا إلها مع أطفالهم؟ الآن جالسين وبتعرفي يعني الفاضي بعمل قاضي خاصة عند الرجال الآن الرجال يعني متفرغين تماما لسه ما حكينا بعدنا بنحكي بسم الله فأنا بحكي الآن كيف نظرتك أنت للأسرة؟ كيف مقدار التأثر الحقيقي عند الأطفال؟ هل فعلا الأطفال يتأثروا؟ وما هم الأكثر تأثرا من الأطفال؟ بالأول سلام عليكم شكرا جزيلا على المقدمة الطيبة وأنا موجودة دائما بحكي بلقاءاتنا السابقة أنا بخدمة الجالية وأنا إحنا هنا عائلة وحدة إذا ما قدرنا نوقف مع بعض في الأوقات الصعبة هذه يعني شو اسمنا جالية وعائلة عربية واحدة فأنا في الخدمة شو ما بتحتاجوني؟ الظرف اللي نحن بنمرق فيه ضرف استثنائي يمكن في تاريخ البشرية ما صار بالضرف وبالظروف التكنولوجي فبيخلي الأمور أكثر لسا فللضرف هذا الاستثنائي صارت فيه كتير تغيرات في حياتنا وهذه التغيرات للأسف حصلت في وقت قصير جدا وما تجهزنا لإلها يعني نفسيا ما تجهزنا حتى لما سمعنا الموضوع كله صار من شهر بجانوري بس بظلنا نحس إنه القصة بعيدة عنا لحتى ما صارت سريعة جدا جدا لعقر بيتنا لجوة بيتنا يعني فالوضع عدم جاهزيتنا للموضوع وعدم واستغرابنا أو هذا الظرف صار بفجأة والإجراءات اللي صارت فجائية علينا خلت العائلات نسبة الخوف عندها كتير زادت نسبة القلق زادت كتير لإنه نحن عم منعيش الغير معلوم الأنون لما الإنسان يعيش أو يكون مش عارف شو اللي رح يصير بكرة بالإنزاياتي أو القلق بزيد كتير عليه نحن مش بس عم مش عارفين نحنا شو اللي رح يصير نحن خايفين على صحتنا صحت أبنائنا صحت عائلاتنا صحت الكبار بالعمر وهذا خوف أكتر لسه كمان صحتنا النفسية والجسدية لأنه نحن قاعدين في البيت مش عم نتحرك القلق من الوضع الاقتصادي هذا جزء جداً كبير منه الأب والأم الخوف على أنه اليوم عندنا معنى سيبينك هالموضوع هذا لأ إمتى بدو يضلوا بلى شغل أنا مثلاً كلنا تأثر شغلنا العالم كله تأثر شغله فهذه كلها المشاعر وكل هذه الأحداث اللي صارت نسبة القلق زادت جداً عندنا فنحن لنكون واضحين بالبداية نحن ما رح نحكي هل هذا القلق هل أطفال ولا القلق كبار نحن عم نحكي قلق عالمي هذا القلق عالمي والخوف هذا عالمي ممكن حدا ييجي يقول لي عبير أنت ليش عم مالك بتحكي كتير عن الخوف وعن القلق لأنه الدراسات أثبتت أنه إذا ما واجهنا هذا الخوف إذا ما حكينا عنه هو بيصير أضعاف أضعافه في دماغنا الدماغ بيلعب علينا لعبة منسميها الفخ بدخلك الفخ فحتى لو المشكلة بشكل طبيعي هي صغيرة الدماغ والقلق بيخليها أكبر مشان هيك الانكزايتي الانكزايتي هو عبارة عن تعظيم الخوف هو عبارة عن خوف ولكنه بدرجة كتير أعلى وبيأثر جسدياً طبعاً على الإنسان فمشان هيك أنا بقول لا نحكي إنه نحنا خايفين ونواجه إنه نحنا فيه ضرف صعب ولازم إنه نحكي فيه ولازم إنه نحكي فيه عشان نحنا نشعر إنه نهدى شوي وبالتالي نقدر نتعامل مع المشتجدات كيف نتعامل مع أولادنا كيف نتعامل مع بعض بهذا الظرف الجديد كيف نتعامل نعمل اقتصادياً كيف نتعامل اقتصادياً بهذا الظرف هل يا ترى رح يطول ما رح يطول هاي الأمور كلها ما رح نقدر نحلها إذا كان الخوف مسيطر علينا فجداً جداً مهمة هذه النقطة لأنه بتاريخ شغلي كله لأول مرة عماله بتركز كل الحالات اللي عم تيجيني بالقلق وبالانكزيتي يعني قبل الهوى تحت الهوى كنا عم نحكي إنه أنا في عنا برامج برامج لكل كلاينت برنامج علاجي بنمشي عليه بالتفصيل للأسف في كتير من الحالات أنا حطيتهم على on hold وبلشنا نشتغل بس بالانكزيتي بالقلق نتعامل مش بس مع الأطفال مع الآباء هلأ ومع الأمهات كيف يتعاملوا ويتجاوبوا مع ماما مع القلق ومع التغيرات اللي صارت كتير إذن انت هل تري إنه الانكزيتي اللي موجودة عند الكبار بالسن بتأثر على الأطفال مباشر أو غير مباشر أو شو اللي بصير بشكل مباشر بشكل مباشر ذكرت مثال مرة الماضية بداية حديثنا لما حكيت إنه الأطفال عاملين زي حطينا تحت المقياس تحت المجهر لو إنهم ممبين عليهم هم الأولادنا بيستمدوا قوتهم مننا نحنا كيف إحنا بالنسبة لإلهم السند الضهر العمود اللي ما بيهز يعني فإذا شافون إنه إحنا خايفين رح يخافوا طب ممكن تيجي تقولي لي طب إنت عم تحكي إنه إحكي عن الخوف وبيني الخوف كيف طيب بتقولي لي إنه ما لازم يحسسني إني أنا أحسسوا إني أنا خايفة النقطة بتكون بإنه أنا أعرف ما أكونش فانيكينج إدامه أنتبه لكلامي إدامه أنتبه لإني أنا أقر بإنه الضرف صعب ولكن هو رح ينتهي ولكن هو صعب وأنا عارف وحاسب مشاعرك لإنه هاي المشاعر أنا حاسس بيها يعني أنا خايف وإنت خايف ما يشعر الولد نفسه إنه أنا خايف ومش قادر أحكي لإنه الشيم إني أنا أحكي إني أنا خايف فهذا للأسف مجتمعنا من هاي نقطة الشيم للذكور بالذات أو للكبار أنه ما لازم يحكي إنه هو خايف لا هاي نقطة غلط يعني لازم لازم الإنسان الأدلت البالغ والطفل إن علموا إنه عادي إنك تقول أنا خايف وإني ألاقي حل لهذا الخوف هلأ بيحأثر بشكل رئيسي على الأطفال على إحساسنا إحنا بالخوف مننقلوا لإلهم فبالتالي لازم يكون شوي يكون شديدين وننتبه على خوفنا نحنا كيف ننتبه على خوفنا إحنا مش شاعرين بشكل عام بالأمان والأمان بيرب العالمين طبعاً ولكن بشكل عام إحنا مش شاعرين بإنه الوضع آمن مش آمن إنا نطلع نشتري شوپنج ونرجع أنا اليوم طلعت أعمل شوپنج في كوسكو حسنت حالي رايحة على وارزون يعني الوضع نفسياً أنا نفسي شعرت فيه والكمامي على وجهي ادايقت دخلت أشتر من محل آخر لقيت يعني الوضع كله غير طبيعي فنحنا نفسنا منزعجين من هذا الوضع فإذا عدم شعورنا بالأمان عدم شعورنا بالأمان الجسدي والنفسي وعدم شعورنا بالأمان على أولادنا وعدم شعورنا اقتصادياً شو اللي راح يصير زي ما حكيت بالبداية هادي كله غير معلوم والغير معلوم مخيف أهم إشي لما بدي أقول سيطر على خوفك أول شي لازم تعرف من وين أنت أخذت معلوماتك نحن للأسف حكينا بهذه النقطة ولكن أنا حاب أعيد فيها عشان يكون موضوعنا كامل من وين إحنا بناخد معلوماتنا؟ ودكتور جمال أنت أبدعت الفترة الماضية كلها بأنك كل فترة والتانية عم تجيب معلومات عم بتجيب الفيديوهات عم تعمل عن الإشاعات أو عن الأخبار الكاذبة لأنه هادي كله عم بتدمر نفسيتنا عم بتدمر أنت عم بتدخل على نفسك على دماغك negative thoughts فإذا كانت هي بالوضع الطبيعي negative thoughts كيف عاد لما تكون كذب ومهولة بتكون extra إذن نعرف مظبوط من وين إحنا جبنا معلوماتنا معلوماتنا لازم تكون موثوقة لازم تكون من المصادر موثوقة وبعيد عن الإشاعات كلها facts أعطيني حقائق ما تحكي لي فلان حكى وفلان وعلان حكى نقطة تانية نحاول أن نتحوط على بعض نحاول أنه كل إنسان يلاقي له support system يلاقي له ناس يعني إن كان الأزواج بينهم وبين بعض يحكوا مع بعض يشعروا بعض بال support بالدعم النفسي ويدعموا أولادهم ويدعموا عائلات الإخوال الأعمام الأصدقاء الكميونيتي مع بعضه لازم نشعر بأنه إحنا في support system في دعم في حلقة دعم حولي لازم ننتبه كتير مهم عشان أسيطر على صحتي النفسية والقلق لازم أسيطر على صحتي الجسدية لما نكون سهرانين كتير مش رح نقدر نقاوم لما نكون مناكل كويس وجنك وما رح نقدر تكون صحتنا كويس مش رح نقدر نقاوم لما نكون ما منلعب رياضة ما منتنفس ما منطلع بره لو حتى على الجنينة ناخد نفس هذا كله بينعكس صحتنا الجسدية على صحتنا النفسية فإذن جدا جدا مهم موضوع الصحة الجسدية وهذا كله بيدل أو بيقودني للنقطة اللي إحنا بداية حديثنا فيها شو علاقة هذا الموضوع بالأطفال لازم نكون صادقين مع أطفالنا بالوضع اللي بصير أخذ كل هذا الخطوات القبل من حلقة الدعم من المعلومات أدير بالي على صحة الجسدية والنفسية كل هاي الأمور وبالأخير لازم أكون صادق مع ابني ما أفب عليه الأوضاع أوكي بتقولي تفضل تفضل دكتور طيب أنا بس بدي أقسم أقسم المراحل لمرحلتي بالنسبة للتعامل مع الأطفال أنا في عندي مرحلة بداية ما سمعناه عن الوباء بداية المعلومات اللي بدأت تطلع على موضوع المرض بداية هذه المرحلة وأنا هنا حاب أتكلم بشيء سريع عن تجربة شخصية أنا اتخذتها من بداية ما ابني ولد اعتبرت أنه أهم شيء أهم شيء ممكن تعلمه يا ابنك أنه يعبر عن نفسه أكيد وحتى هذا هذا بعد ذلك أنا وجدت له سند في بداية ما تعلمه آدم اللي هو تعلم الأسماء والأسماء هذه تعبير فأول شيء وأهم شيء أنه يتعلم والولد أنه يتعلم كيف يعبر عن نفسه كيف يعبر عن ما خافه كيف يعبر عن تفكيره ويتكلم بلغة سليمة صحيحة يشرح فيها ويصف فيها ما يشعر به وما يفكر به بشكل دقيق جدا هذا الأمر إذا الطفل تعلمه في رأيي أول مرحلي اللي إحنا دخلنا فيها مرحلة بداية مرحلة الكورونا لما بجلس أنا مع ابني مع أولادي بتحدث أنا وياهم بتكلم عن المرحلة الجديدة ويحكي نتبادل الأفكار كيف إحنا بدنا ندير هذه العائلة خلال فترة الحجر وكيف نتصرف هذا ذكرتي حضرتك بشكل واضح في موضوع التفاهم في موضوع الصدق في موضوع توصيف الحالة بشكلها الحقيقي بدون تخويف وبدون استهتار واستهانة وبنفس الوقت مشاركة الأبناء يعني أنا ابني خلال فترة طويلة خلال فترة هذه كان هو بيعمل أكل بنظف فهذه جزء كانت من حيويته في الأسرة السؤال في المرحلة الثانية يعني في مرحلة لو ظهر في مرض لو ظهر في حدا من الأفراد في الأسرة عنده هاي الأعراض هنا الطفل يعني الواقع رح يحسسه بعدها بالأمام نعم وبجوز وبجوز كلمات فلتت من من الأبوين إنه إحنا في أمان وإنه إحنا الحجر رح يبعد عنا أي مشكلة يبدأ الولد يحس إنه هذا الكلام لم يتوافق مع الواقع هاي إحنا عملنا حجر ومع ذلك أحد أفراد الأسرة صار عنده مشكلة كلامك جداً جداً مهم دكتور لكن نرجع للنقطة الأبل لما أنت حكيت أنا بقدر آجي لما أنا قلت أنه لازم نكون صادقين معهم بالمعلومات ونكون معلوماتنا موثقة لما حكيت لي إنه أنا أعت مع أولادي وأنا شرحت لهم الموضوع وشرحت لهم الحجر وشرحت لهم عن الفيروس والمعلومات كانت فاكت إذا أنا شرحت لابني بشكل صحيح المعلومات بكون أكيد تضرقت عند جزء معين إنه مع كل هذا الشيء ولكن ممكن برضو يصير فينا هاي نقطة جداً مهمة هاي نقطة أنا نفسية تواجهتها مع أولادي إنه لما بدنا نحكي عن الموضوع لازم أول إشي نعرف وأبين لابني أعرف بالأول شو المعلومات اللي عنده تعالي حكي لي أنت من وين أخدت المعلومات أول إشي أعرف أنت شو بتعرف عن هذا المرض أول شي بدي أحكي له أنت أنا أحكي لي شو اللي بتعرف عن المرض هذا عشان أعرف الصورة الحقيقية أو الصورة اللي في دماغه وبعدين أنا بعرف أصلح فيها لازم أحكي له معلومات كاملة ولازم أحكي له برضو الباد سايد والجود سايد يعني لازم أشعره أنه نحنا من الواجب علينا أنه يكون فيه سوشال ديستنس لازم الواجب علينا نغسل إيدينا لازم من الواجب علينا ننظف ونعقم لازم ما نطلعش لبرة مش رح تقدر تلعب مع أصحابك وأشرح له بشكل بسيط عن المرض وفيه صار آلاف الفيديوهات عن لحسب الأعمار الشرح العلمي عن الفيروس فأنا بدي أطرح برضو هذا الموضوع على إبني بحيث أن يشوف علمياً أنا شو اللي عم بحكي فيه وبرضو لازم أحكي له مع كل هذا ما في شيء مية بالمية هلأ إذا صار فينا برضو لازم أشرح علمياً في حالة صار المرض رشو رح يكون إذا كان كبير حدا في السن فممكن أنه يصير عنده مضاعفات تؤدي إلى الموت أذكرها لازم أكون أذكرها إذا كان الأعمار الصغيرة مش مهددين حياتهم ورح تكون like a minor flu يعني رح يكون فلو عادي وبمرو أبعطيها بالفاكت أعطيه فاكت حقائق بالحقائق العلمية الواضحة لما أنا بعطيها أنا بوفر على حالي النقطة اللي أنت تفضلت عليها في حالة صار هلأ هذا الشيء في حالة هذا الشيء صار هلأ الولد لأنه أنا جهزته ودعمته بكل المعلومات الحقيقية كلها فاكت حقائق علمية ومش رأيي ومش رأيي فلان وعلان إذن هو صار عارف أنه أنا بعمل كل هذا الحقيق بس ممكن يصير لكن دائما الأولاد ما رح يطلعوا عليه شو ممكن يصير رح يدائما الأولاد ومن تجربتي بالشغل دائما بتطلعوا عليه أنه good side أنه إحنا عم بعمل كل حد كل إشي كويس لكن إذا لا سمح الله صار أنت بتكون عملت الله عليك حكيت له أنا مع كل اللي صار إحنا فيه عندنا احتمالية واحد بالمئة عشرة بالمئة ما منعرف وبس برضو لما بيصير هذا الحقيقة أكون أوضح له أنه رح يكون في عزل ورح ندير بالنا على صحتنا ورح نأكل شوربات ونعد في البيت وإذا اضطرنا نروح على المستشفى رح نروح على المستشفى فنكون الأمور واضحة هذا لما قصدت فيها أننا نكون صادقين لما بتكون أنت صادق مع ابنك بمعنى تكون شجاعة تحكيله كل شيء ولكن بحقائق والحقائق مش مخيفة الشائعات هي المخيفة للأسف اللي عم نشوفه على الفيسبوك وعلى السوشال ميديا هي المخيفة الحقائق نفسها مش كتير مخيفة إذا أخدناها في عين الاعتبار يعني يعني أنا بدي أزيد شوي من خبرة وأنتم الكلكم عارفين قديش أنا عم بحاول أحارب هذه الشعات ومش عم بخلي ولا واحدة تطلع اللي بتوصلني اللي أحكي عنها بغض النظر عن مين ومن مين وصله المشكلة يا جماعة إنه أبنائنا للأسف بطلوا يسمعوا كتير إننا إحنا يعني كان بأعمارنا لما كنا صغار كان مصدر المعلومات يا الأستاذ يا المدرسة يا أبوك أو جدك يعني أو أمك يعني هذه المصادر الآن الأطفال بطلوا يأخذوا المصادر مننا صاروا يسمعوها من الانترنت يعني صار دايركت يدخلوا يعمل جوجل فقبل يومين بالضبط ابني يجي علي بيسألني سؤالين بقول لي بابا خلينا نروح نشتري لمون بقول له ليش بقول لي أنا شفت يوتيوب إنه لمون بيشفي من الكورونا أو اللي بيشرب لمون ما بيصيبه الكورونا فتطلعوا لولاد وين بوصلوا وحكي لي الشغلة التانية إنه بابا إحنا الصغار ما بيصيبنا الكورونا وهذا اللي أثار فضولي دخلتوا أنا ورجيتوا شو بيصير ورجيتوا إنه للأسف للأسف الإحصاءات الحديثة بتبين إنه عدد المصابين من الشباب صار أكثر من الشيوخ لأنه صاروا يهملوا نعم فانصدم هو من المعلومات أقير لأنه وصلته من مصادر غير موثوقة فلازم لازم أكيد نحكي وأنا هذه أنا دائما يعني من النقاط اللي حتى حطيتها لما حكيت المرة الماضي وهي المرة وبلايفات أخرى في مواقع أخرى عم نعمل إنه اعرف بشانيك قلت اعرف بالأول أععد مع ابنك قل له شو بتعرف عن المرض هات قبل ما تحكيله شو بتعرف لما بتسأله هذا السؤال رح يحكي لك أول إشي شو اللي أول إشي بتسأله شو سمعت ومن وين سمعته عشان أعرف أنا مصادر ابني من وين عم يسمعها وريني إياه شو مخاوفك من كل اللي سمعته ممكن تسأله إذا عنده هلأ إلك أي أسئلة إذا حسيت إنك غطيت كل هذه الأسئلة ولسه فيه معلومات ما بيعرفها أعطيه فات قعد وقول له فيه عندنا المعلومات هيك والمعلومات هيك وهذا سبايروس جديد ما بنعرف عنه كتير اللي كنا نعرفه قبل كم يوم مش هلأ اختلف بالبداية كانوا يقولوا إنه مثلا ما بيصيب الأطفال هلأ صارت في نسبة كتيرة لأنه هو عم يتحول أولادنا أكبر بكتير من أعمارهم وأولادنا بيستوعبوا لازم نحط في بالنا زي ما تفضلت الإنترنت ما خلى مجال لشيفة لازم نسبق نحنا نكون عنا خطوة نسبقين خطوة لقدام هذه نقطة جدا جدا مهمة ولازم لازم نتأكد مش بس نتأكد بمعنى إنه نشعرهم إنه شو اللي هو حاس فيه هذي مشاعر حقيقية وعادية وطبيعية ولازم تشعر فيها يعني أنا من الحالات اللي عم تيجيني هلأ وأغلب الوقت عمالي بواجهو اللي هي التجنب ما بدهم يحكوا عن الموضوع بيجي يعني أنا في حالة لما بلشت أحكي معها عن الموضوع سبع سنوات الطفل قال لي ممكن أحكي معك وأنا بغطي راسي باللي بالحرام يعني ممكن أما أشوفكيش لأنه أولا هو اختلف عليه الثيرابيست اللي بتشتغل معه أنا متعود أجيكي على العيادة أنا مو متعود أشوفك من خلال الكمبيوتر هذا لحاله تغيير أنا مو عاجبني أنا هذا التغيير مش حابقه فتخيل أنت لما ان اضطرنا أولادنا يحكوا مع أصحابهم عن طريق التليفون كيف رح يكون ردة فعله قديش نحن بنتطلع الموضوع بطريقة بسيطة الشغلة الثانية لما غطى راسه أو غطى جسمه بالبلانكت بالنسبة له هذا أمان ممكن أنك أنت تحكي شيء أنا ما بدي أسمعه فأنا بغطي حالي فشوف لوين بشكل بسيط اللي أكبر شوي عمره عن 12 و 13 سنة قالوا لي إياها هيك يعني ما بدنا نحكي بالموضوع مجرد ما يجيني أنا طفل ولما يكون هو متعود يحكي معي بكل مواضيع ولما آج أقول أوكي شو رأيك بهذا الموضوع أوه nothing كيف nothing I don't want to talk about it ما بدي أحكي بالموضوع لما ابني يجي معناه هو وواصل لمرحلة مش قادر يواجه مخاوفه مش قادر يواجه الواقع يمكن لأنه نحنا مش good model يمكن نحنا الكبار ما بنواجه مخاوفنا قدامهم فمش متعلمين إنهم مواجهوا مخاوفهم أو إنه الموضوع فوق تحملهم فوق تصورهم فأنا بدي أحكي في ولد من الأولاد قال لي أمي قالت لي أمي علمتني إنه وهدولا على فكرة الأغلب كنديين أنا ما عم بحكي يعني الأغلب كنديين فهم يعني ما إنه الموضوع مش موضوع والله إحنا لأنه جالية عربية أو أو كنديين أو هاي كلها مشاعر وحدة إحنا إحنا هلأ عم نتشارك بالإنسانية كلها نعم إحنا كلنا خايفين عم بيقول لي ماما بتقول لي إذا في موضوع ما بدي أحكي فيه مش حاب أحكي فيه ما في داعي أحكي فيه ما بيزبط معناها أنا بعلم ابني إنك أهرب من أي مشاعر أنت مش عاجبت مش عاجبتك مشاعر خوف مشاعر خجل مشاعر ضعف أهرب منها لا الصح إنه أقول له واجهها وعيش فيها ولقيلها حلول فالوضع هذا إمتا بدك تقول لي طيب هذا طفل لما أنا بكون جود موديل هذه نقطة كمان من النقاط اللي أنا كنت حطها عشان نحكي فيها قوي ابنك بإنك تكون جود موديل لإله إنك تكون مثال لإله مثال بإنه أنا أعمل كل الاحتياطات أغسل إيدي قدامه أعقم قدامه ما أطلعش من البيت قدامه ما بنفعش أنا أزهق كأبو أو أم وأقول والله بدي أطلع أتمشى ولما يجي ابن المراهق يقول لي أنا ما ودي أطلع أتمشى أقول له لا ما هو ما بينفع طب كوارنتين علي ومش عليك يعني فأنا لازم أكون لازم أكون مثال لإله لما أشوفه أطلب منه إنه ينام ويصحى بوقت معين وأنا سهران طول الليل ونايم طول النهار مش رح ينفع إذا بدي أقول له إنه نعمل نشاطات أو نساعد الوالدي بتنظيف البيت وأنا ماسك لسوشال ميديا وبحكي بيقول لي طب ما أنت علي تليفونك ولو ما حكى لي إياها من باب الاحترام هو رح يفكر فيها فأنا أساسا مش رح يوخد كلامي على محمل الجد إذا ابني قبل شوي اتفضل الدكتور بكلمة جدا مهمة لما أقول لي أنه لازم ياخد معلوماته من مصادر موثوقة إذا ابني ما شافني أنا ما أخذ معلوماتي من مصادر موثوقة كيف بده ياخده لما حضرتك دكتور جيت وريت ابنك آدم وقلت له هاي المعلومات وريته معلومات حقيقية ما وريته صفحة فلان أو أو علان أو تيك توك ولا سناب طلعت له إياها من ويب سايت معتمد خلينا نعلم أولادنا من وين ياخدوا المعلومات نوريهم نحنا من وين ياخدوا المعلومات السليمة في عندنا الأستاذ مخلص دكتور مخلص بحكي أن الخوف والقلق والرعب مرتبط بالمناعة وهو أهم أعداء جهاز المناعة أكيد 100% طبعا أستاذ رامي سأل سؤال حنسأله في نهاية الحلقة لأنه يحكي مع نتفضل أستاذ محمد شفتك طيب إحنا الآن كمان أنا بدي أدخل على أقسم الموضوع برضو في مراحل خلصت مرحلة بداية الوباء وجلست مع أولادنا وضحنا لهم الأمور تكلمنا معهم بكل صراحة اعتبدنا مواقع حقيقية اعتبدنا حقائق وبعدين تكلمنا عن لو حدث أي حادثة حيكون هو مطابق يطابق اللي بيصير بالكلام اللي بدأ فيه أول ما بدأنا طيب هو الآن كل حياته تغيرت نعم كنا نحكي معه نظريا كنا بنحكي معه نظريا بنحكي حيصير هيك حيصير كذا حيصير كذا حيصير كذا هذا نظريا لكن اليوم لو بده يطلع يجيب أي شيء كان متعود يطلع على السوبرماركت يطلع على المول يطلع على مكان يروح يجيب منه أغراضه حلويات هذا الكلام صار صار ممنوع صار مقنن صار في طريقة للتعامل فيه صار لما بده يطلع لازم يلبس كمامات لازم يرجع يتعقم ولازم يرجع يغسل ولازم يرجع ياخد شور ولازم هذا الكلام أول ما بدينا كنا بنتكلم نظريا وكنا بنتكلم توجيه كلام بس الآن صار فعلا حقيقة واقع من مارسو من نعمل فيه مع أول يوم حيتشجع يعتبرها لعبة ثاني يوم ممكن يعتبرها أنه بده يتحمل ثالث يوم بشد على حاله شوي لكن 14 يوم هذول بيخلوه من أول خمس أيام يبدأ يحس بالملل يحس بالانفجار يحس أنه خلاص مش متحمل لما يوصل لهذه المرحلة أنه خلاص مش متحمل أخذه أطلعه بره أتقذر أنا وياه أطلعا مشي أنا وياه وأكسر الروتين هذا اللي أنا بعمله يعني كيف نتطلب هذا جدا 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 مهم هلأ زي ما تفضلت إحنا هلأ دخلنا صارنا 14 يوم الأولاد اللي كانوا مبسوطين عليها بالأول ويعودوا يتفرجوا على يلعبوا الأكس بوكس بوقتهم زي ما بدهم مش كتير نحنا مندايق عليهم زي ما تفضلت النورمل كله تغير هلأ صار صارت فيه حياة جديدة روتين جديد الوضع اللي كانوا بالأول ممكن الكمامة يبسوط عليها وآكشن وساسبنس هلأ الوضع مختلف هلأ صاري دايقه أنا اليوم لما رحت على أعمل شوبينغ انخنقت منها أنا نفسي شعرت بأنه الإنكزاية تزالت عندي شوية لما صار الموضوع فكيف هلأ كيف الأطفال الأطفال رح ي طريقة تعاملهم مع الموضوع مختلف هلأ نحنا ككبار بالغين ومع إنها بتفلت معنا أوقات إلا إنه منقدر نسيطر على مشاعرنا منقدر إننا ممكن فجان قهوة اللي بيدخن بيروح بيدخن اللي بيطلع منلاقينا طريقة معينة اللي نقدر ننفس فيها عن نفسنا الأطفال ما رح يكون عندهم هاي الطريقة الأطفال يا إما رح ينفجر بوشك يا إما يبكي يا إما يمرض بدك تنتبه للنقطة وممكن يصير بطني يوجعني راسي بوجعني الإنكزاية على طول مربوطة بوجع البطن ووجع الرأس هذي يعني على طول عفوا فهذه الأمور كلها لما أبلش أنا أشوفها على إبني لما أبلش أحس إنه الأمور ما أستناش لما يصير هذه المرحلة هلأ هاي النقطة اللي بدي أحكي فيها نحنا هلأ لسه ما وصلنا لمرحلة يعني حتى لو شفنا شوي من هذه المشاعر وهذا الشي نحنا لسه ما شفنا مظبوط من هلأ نبلش نهيئ ونغير من الوضع شوي عشان نحتوي هذه المشاعر لما حكينا من الأول إنه لازم نحكي مع أبنائنا ونخليهم يعرفوا إنه في مجال لك تحكي في مجال إنك أنت تفش قلبك في مجال إنك تحكي لمخاوفك عادي لو كل يوم نعقد نحكي عن مخاوفك مش كتير مشكلة كبيرة لما أغير تغير هلأ الروتين هذا كله مهم جدا إنه أنا أحاول أخلق روتين أو شبه روتين الأولاد ليش اخترفت الأمور عنهم لأنه الأمور كلها تغيرت فصار البرنامجه تغير روتينه تغير الوقت اللي بيأقضيه مع أصحابه تغير الروتين هذا كله اختلف اختلف عليه داية إذا نحنا الكبار مش قادرين نتعود على الروتين الجديد مش متعودين نعقد في الروتين نتغير فنحنا اختلف عين الوضع وهذه نقطة إذا صار معنا وقت ورح نحكي عن أطفال اللي معهم توحد أو فرض حركة هاي نقطة جدا جدا مهمة ممكن نتطرق لها اللي هو تغير الروتين هذا إذا نحنا الأدلت مش قادرين نتحمل وكيف متوقعين من أطفالنا اللي صغارهم يتحملوه نصيحتي من هلأ جهز نفسك لهذه المشاعر كلها من هلأ للأهالي من هلأ جهز نفسك لبعض الانفعالات للزيادة وما تاخدها على محمل الجد يعني إذا ارتفع صوت الولد شوي ما تاخده زيادة عن اللزوم وإنه هذا الولد مش عمله يعني يقلل احترام ولا إليه لا هذا الولد مش عارف كيف يفش قلبه كيف يطلع مشاعره كيف يعبر عن غضبه من الوضع اللي عم بصير هو غضبان على العالم غضبان على الوضع هذا كله غضبان على الفيروس غضبان على الروتين اللي اختلف غضبان على إنه موعيده مع أصحابه اختلفت حفلة عيد ميلاد صاحبه اللي بيستناها راحة البلاي ديت اللي كنت أقضي باستنى فيه خلب أطفالنا شبابنا اللي هلأ بالهاي سكول انتبهوا جدا هذا الشاب بدي يبين لك إنه كوله مش خايف ولكن هو قاعد بيفكر أنا مستقبلي هذا أنا آخر سنة رح تمتد ما رح تمتد رح يحسبوه للسنة ما رح يحسبوه للسنة رح أعيد رح أدخل الجامعة رح أقدر أسافر أنا أولادي من المخاوفهم اللي جديد عم بيحكوا فيها إنه ماما هل في إجازة صيح هل رح ننزل ونشوف أقاربنا في الأردن هذا الموضوع كتير خايفين منه لأنهم بيستنوه بدنا كل هاي الأمور فاليديت كل هاي الأمور اجلسوا مع أولادكم اعرفوا مخاوفهم هذا اللي أنا حكيت فيها من البداية لما بتعرف مخاوف ابنك بتجهز لها جهز لمخاوف ابنك وما في مخاوف عامة ممكن أولاد يجي يقول لك أنا مخاوفي إني أنا ما روحش ما أكملش ما يجيش الصيف ما شوفش أهلي ممكن مخاوف حتى إنه أنا الدراسة تروح مخاوف أولاد أصغر عمرا إني أنا بدي أشوف أصحابي لما أنا بعرف مخاوفه بجهز له فبجهز له بحاول أخلق نيو نورم هلأ تقول لي كيف بدي أخلق نيو نورم نيو روتين نيو حياة أول إشي عن طريق أونلاين بعمل بلاي ديت مع أصحاب أولادي بحدد لهم بلاي ديت عادي منرتب وهلأ برامج الزوم برامج المايكروسوفت تيم السكايب الواتساب الماسنجر بتقدر تضيف خمسة ست أطفال مع بعض خلي الولد يشعر نفسه إنه أنا لستاتني كونيكتد مع الاكستيرنال أنا لستاتني متصل بالعالم الخارجي أجهز لهم الاكتيفتي اللي هم بيحبوها مش اللي أنا بتخيل إنه إنه مناسبة ممكن أضيف بين كل اكتيفتي واكتيفتي أو كل نشاط هم بدهم يا نشاط أنا بدي يا عشان أوسع مقدار الأنشطة اللي بيعملوها أحاول أجلس معاهم أحاول أحسسهم بالأمان أحاول أحس يعني أخلق مثلا الروتين يعني حكاية اللي هي ما في روتين بالبيت وقت ما بدك بتاكل وقت ما بدك بتنام وقت ما بدك بتصحى مهلكة مهلكة إلنك ككبار شحال هدول الأطفال اللي هو مش قادر يجي يقول لك أنا تعبان أنا صارت معي موقف من قبل كم يوم كان عندي امتحان ف التهيت كتير في دراستي وما انتبهت لأبني بلعب كتير على XBOX فلما جيت عليه بقول له إنه وقف خلاص ووقت صار هلأ وقت النوم بقول لي أنا مش تعبان تقول له تطلع عليه وشك لما هدي وطف كل شي وقعد لبقول لي أنا ميت من النعس يعني يعني مش عارف عن حاله إنه تعبان فهاي أطفالنا بدنا ننتبه حطنا نحط روتين الفيئة ما في داعي في النوم الساعة 12 ووحدة نحاول نصحيهم شوي أبكر نحاول إنه أوقات الأكل تكون مناسب نفس الأوقات أوقات النوم النشاطات الإلكترونيك تنسيطر شوي مش كتير برضو لأنه ما في إشي تاني يعملوا خلق نظام الدراسة رح يرجع يبلش ويدرسوا يعني هوففولي إنه الأمور رح يترتب أكتر طبعاً في فكرة رائعة حكاها الأستاذ رامي طاها لحلقة الماضية إنه اطلب من ابنك إنه أو خليه هو يطلب منك تشاركه لعبه مش أنت تطلب منه إنه يشاركك لأنه هو بشعر إنه أنت بتنفذ له طلب على العكس إنه تقول له أنا بدي ألعب معك لا خليه هو يحاول إنه يس هذي طبعاً طريقة جيدة لا هذي أصلاً نحن نتعامل فيها البلاي بيز ثرابي وهذي مثبت علمياً والبلاي بيز ثرابي مبنية على مبدأ إنه الطفل هو اللي يكون الليدر يفولو دالليدو فتا كيد فالطفل منشوف شو هو بديه يعمل ونحن مندخل وخلال لعبنا معه أنا بقدر إني أدخل عليه اللي بديه فمثلاً بدي أحكي عن موضوع الإنكزايتي وعن موضوع الكوديب 19 ولا نلعب بالألعابه وأنا عاد ألاقي طريقة إني أدخل فيها الموضوع نحكي فيه يام نحكي معن طريق مثلاً إذا كانوا أطفال صغار نمسك البابيت والبابيت هذا الدمية هاي مثلاً هي اللي الكوديب وأنا الدكتور بلاقي طريقة بس ليد هس يعني الأكبر الأكبر عمراً ممكن يكون إنه الأم مثلاً تقعد تعمل ميكوب مع أولاق مع بناتها الأب ممكن يلعب إلكترونيت مع أولاده فكرت لك الأب يعمل ميكوب كمان والله هلأ مع الفضاوية اللي بده يعملوا الواحد حسب الهوايات طيب علينا ندخل بسؤال مهم جداً وهو اضطراب الحركة وتشتت الانتباه هذول الأطفال الآن في ناس كتير عندهم هذا الحالة اللي هي طراب الحركة وتشتت الانتباه وفي ولاد زي ما عرفنا منك إنه الآن صارت تظهر عليهم هاي الأعراض لأنه جالسين في البيت حكينا عن هذول الأطفال إيش ممكن نسوي لهم هلأ لازم نحدد نقطتين مهمات جداً أو إنه نتبين من شغلتين أساسيات بيجوني كتير أهالي بيقولي إنه ابني ما بيهدى بتحرك كتير بلعب كتير نفسي إنه كنه يهدى ها أكيد معه فرض حركة فرض الحركة اضطراب نمائي مختلف تماماً فرض الحركة اضطراب نمائي بمعنى بيعيش بنولد معك وبيعيش مع ثول العمر ما إلو دخل بظروف مفاجئة ما إلو دخل بظروف قاعدة في البيت ملل زهق ما إلها دخل إحنا للأسف معرفتنا عن اضطراب فرض الحركة وتشتت الانتباه معرفة خاطئة منربطها بأنه الحرك الولد الحرك وهذا الحكي مستسليم فرض الحركة شيء اضطراب مختلف اضطراب اللي هو زيادة الحركة بشكل يمنعه لما نحكي فرض حركة بمعنى حركته تمنعه عن ممارسة حياته بشكل طبيعي كيف يعني الولد ما بيقدر يععد على كرسي الدراسة ما بيقدر يععد فبالتالي مش عارف يدرس فبالتالي بيرصب بالمدرسة فبالتالي حياته مش ماشية هادي هي أما إذا ولد بيتحرك وبيلعب وزكي بس هو عاد حرك بيلعب لكن لما أنا أعطيه تاسك لما أعطيه معلومات أو هومورك بيكمله كله بوقت وبجلس عليه نص ساعة يكمله ما بيعتبرها أنا مش إشي لكن لما إذا ما بيقدر يكمل يععد على بعض ويحل واجب مدة دقيقتين ثلاث يعني هذا أنا بكون كتير رائع الوضع إذا قعد دقيقتين معاي أنتو أنا شوية معاكم معاكم يس يس ففرض الحركة بالمعنى هذا لازم نحدد لازم نختلف يعني بينه إنه هذا شيء وهذا شيء ثاني هلأ اللي بيصير هلأ بالوضع الحالي أولادنا قعدوا في البيوت لعبوا 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 مش عارفين يطلعوا طاقتهم بياخدوا كانوا توريسس في المدرسة بيلعبوا بعد المدرسة بيطلعوا يتمشوا هاي الأمور كلها مش موجودة وين الطاقة هاي بها تطلع بدها تطلع على رأسنا بدها تطلع في البيت فبدنا نكون إحنا مهيئين وزي ما حكيت مسبقين خطوة عن أولادنا سبقين خطوة عن اللي رح يمرؤوا فيه فيعني أنا عارف إنه مسبق خطوة بمعنى مجهز نشاطات مجهز حاط برنامج حاط مرتب مثلاً ليومي بحيث إنه ما أخليه وقت إنه يضوج هلأ بالوضع اللي نحنا فيه هنا شوي الأمور مكركبة ولكن مشان هيك لما حكيت نحاول قدر الإمكان نصنع شكل من الروتين عشان أنا أريح ابني هلأ هذا بالنسبة للأطفال النيروتيبكال الأطفال اللي ما عنده هون اضطرابات هلأ الطفل اللي عنده اضطراب بمعنى أنا شخصته عن طبيب نفسي أو عند طبيب أسرة إنه هذا الولد معه فرط الحركة وتشتت الانتباه هدولة بالوضع اللي نحنا فيه هلأ الله يعينهم ليه؟ من أحد وأهم الأشياء اللي بيساعد أطفال أو الأدلت اللي معه فرط حركة وتشتت انتباه الروتين متعود على روتين معين لما أنا بتعود على روتين معين حياتي بتترتب بناء عليها أنا بقدر أعرف إنه هذا الوقت أنا عندي هذا الشي بدي أعمله أنا عندي دراسة مدة هالأدل أنا عندي واجب لازم أكمله عندي لعبي مع أصحابي بالوقت هذا نومي أكلي هاي الأمور كلها مرتبة لما أنا ما بيكون عندي جدوري لحياته وقلت له اسبح مش مجهز هاي الأمور كلها مشاعره بيصير عنده هون القلق والانكزاية بتزيد واللي هو أنا مش عارة شو أعمل أنا أساسا عندي من الأساس تشتت انتباه هذا شيء بدماغي أنا ما بقدر أستمر فترة طويلة على شيء لما بتزيدي علي هذا الوضع كله مشاعره فببلش أشوف مشاكل أكتر ببلش أشوف عنف ممكن هذا الشيء يصير عندي عنف ينتقل لأنه يصير عندي عنف هذه نقطة جداً مهمة لما بتصير بدي أعرف ليش صارت فما يعني ما أحاول حل الأعراض أنا أحاول أحل السبب نفسه فمشان هيك لما بقول نحاول نعمل روتين نحاول إنه نستوعبهم نحاول إنه نستوعب مخاوفهم ونحكي فيها ندير باننا على صحتهم الجسدية والنفسية يأكلوا كويس ويناموا كويس نحن مش بإجازة يا جماعة نحن للأسف عم بتعامل مع الناس كلها لما يأخذي الأمور إجازة زي إجازة الصيف سهرانين طول الليل ونايمين طول النهار نحن مش عارفين الموضوع هذا لأم تبدو يمتد وهذه نقطة جداً مهمة نحن مش عارفين لأم تبدو تمتد ممكن يكون شهر شهرين ثلاثة ما بنعرف كان في سؤال من الأستاذة إكرام هل فرط الحركة يستمر طول العمر يعني إذا الطفل معاه هذا نعم نعم فرط الحركة هو اضطراب نمائي ما بيطيب منه البني آدم هو شيء بتكوين دماغه يعني هو هيك انخلق زي التوحد لما بيجي بقولولي التوحد بطيب ما حدا بيطيب من التوحد نحن بنعمل تأهيل ما حدا بيطيب من التوحد هو بس انت بتعمل تأهيل هو بتعلمه هو بيضله هو عمره من ولد من ولد وهو معه توحد ورح يموته هو معه توحد ما رح يتغير نحن بس من ضي فالإطراب فرط الحركة بيضل مع البني آدم ولكن الفريق انه كلنا بيكبر البني آدم بصير يقدر يعمل self-regulation من قولها وself self-learning يعني بصير هو بيقدر يسيطر على حياته وبيقدر انه يقيم أمور وبيقدر يعرف انه الصح والغلق فبصير عنده قدرة اكتر انه يشد على حاله يعني انا لازم اكمل هذا الواجب بهذا مثلا الكورس لازم اعمل هذا الامتحان لازم بصير يضغط على نفسه اكتر لانه عنده القدرة العقلية انه يضغط الطفل الصغير ما عنده هذا الاستيعاب ما عنده الاستيعاب انه انا لازم اضغط على حالي عشان الواجب عشان اخلص الواجب هو بالنسبة لاله انا ما بدي اياه مش قادر اعود بتركه وبقوم طيب استاذ عبير يعني حقيقة الموضوع يعني انا حاس انه خفنا من الوضع اللي حيكونوا فيه الاطفال اللي عندهم فرط حركة لكن ما لمسنا ادوات للتعامل معهم بشكل عملي علشان نضبطهم ونساعدهم على انهم يتحملوا هذه المرحلة وخاصة اذا كان المرحلة هذه حتطول اكثر لانه ممكن تاخد شهر ممكن تاخد شهرين الآن احنا بنحكي عن اسبوع هما طبعا عدة بشكل او باخر عمل روتين جديد ما هو بالسهل انه ينعمل في يوم وليلة اللي ما كانش عمل روتين في بيته من قبل صعب انه يعمل في يوم وليلة وهذا بجوز يعمل ضغط زيادة على الناس اللي عندهم حد الحالي اللي عندهم فرط حركة شو هي الادوات او العملية لو حكينا الآن بدنا نرسم لأب وام نرسم لهم برنامج مع هذول الأولاد خلال الفترة اللي بيعيشوها الآن كيف يبدأوا من يوم الأول الثاني الثالث الرابع او الفترة الأولى ثانية لو قسمناها لمراهل كيف يتعاملوا معهم حتى في الأخير يمشوا في سياق هذا الفترة شوف أستاذ محمد لما أنت بتقول لي أنه صعب أني أنا أعمل روتين أو صعب أعمل بالوضع هذا اللي نحن فيه بدنا نشتغل شوية أكسترا على الوضع يعني الوضع اللي نحن فيه وضع استثنائي ما بينفع نشتغل فيه من باب المناسب لإلي ما بينفع نشتغل فيه من باب والمهيئ لإلي نو بدنا نشد شوية يعني بمعنى إذا بدي الأمور تهدى وأنا ما عندي روتين بدي أخلق روتين يعني الموضوع بدي أحاول جهدي إني أخلق روتين ماشي ممكن بيوم وليلة ما ينعمل ولكن أي عادي في الدنيا الدراسات أثبتت إنها بدها أربعين يوم تقريبا أو أقل شهر تقريبا لتخلق عادي جديدة فعادي ببلش فيها من هلأ آخرتها توصل بالعكس يمكن هذا يكون وقت للعائلات إنهم يعملوا روتين معين إنه يكون الأمور كلها مسيطرين عليها ما في مدرسة يتحججوا فيها ما في زيارات يتحججوا فيها ما في شغل يتحججوا فيه ما في شي يتحججوا فيه إحنا عاديين بهالبيت إذا ما عملنا هذا الشي هلأ والأمور بإيدنا جوه البيت إم تبدنا نعمله نقطة إنه التولز أو الأدوات اللي أنا بدي أساعد فيها الأهل زي ما حكيت أول شي لازم إني أحاول أخفف من القلق زي ما قلنا لأنه ما بدك أنت تصير تتعامل مع فرق حركة تشتت انتباه وانكزايت بتصير عندك أنت كومبينيشن عجيب حاول تخلي تقيم واحدة منهم نحط على جنب واحدة منهم اللي هي القلق بأنه بكل الأشياء اللي حكيناها من قبل ما بدنا نعندها النقطة التانية إني أنا أحاول أخلق له روتين بسيط مش شرط أنا ما عم بحكي إنه أخلق روتين من أول وجديد بس بمعنى ما في صهر أكثر بحيث إنه الولد ينام أحسن بحيث يكون صحصح ومش تعبان لما بيكون تعبان بيكون فرستريتد ومش مرتاح أحاول إني أحط برنامج بأثناء النهار لما يصح الولد الصبح أحاول أخلق له برنامج ما في داعي إنه يظله في البيجام طول اليوم وياكل فطور الظهر وياكل الغداء العشاء وهاي الأمور كلها بتكركبه وبتكركبني أنا كرب أسرة فأحاول أخلق نوع من الروتين بالبيت أحاول إني زي ما حكينا أفتش على النشاطات هو بحبها لأنه النشاط إذا هو بحبه بقدر يعمله وبقدر يطول فيه أفتش 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 يعني هو بيعرف أنه ساعة تسعة عندنا نوم حتى لو ما في إشي فنحاول نخلق شيء مثل هيك نحاول نخلق معزيزات هاي نقطة جدا مهمة معزيزات بمعنى أحاول أنه أي شيء أطلبه من ابني حتى لو هو بحبه بوقت هذا أنه يكون أعطيه شيء بالمقابل يعني مش موضوع ممكن حدا يجي يقول لي هذه رشوة الرشوة بتصير لما بيكون الولد قبل ما يعمل الشيء لكن لما يعمل الشيء أنا هذا اسمه جزاء فنعمل نعمل عدة يعني زي جدول جزاء لإله إذا بتساعد الأمك في التنظيف مثلا أو بتساعد أمك في الجلية أو في إله مثلا جزء معين شيء معين ممكن تاخده ممكن فلوس ممكن شيء طيب ممكن وقت زيادة على الإلكترونيك ممكن أي شيء أنا بعرف أنه هو بحبه استخدام المعززات جدا جدا مهمة لأنه الأولاد في مدارسنا بياخدوا معززات باستمرار معززات نفسية ومعززات مادية وتوكن نجوم ولما بيجمع عدة نجوم بياخد شيء بالمقابل هذا النظام في المدرسة هو متعود أنه على المحفزات والمعززات هو هلأ مش عم ياخد ولا شيء منهم فشعوره بأنه أنا بشتغل مشان شيء هذا بيساعد بشكل كبير هذا من الأشياء التولز اللي ممكن تساعد الأهالي وكل حالي طبعا بشكل مختلف لأنه للأسف أغلب الإضطرابات النمائية ما بتيجي لحالها هذا يمكن نحطه برنامج لحاله الإضطرابات النمائية بتيجي مع بعضها يعني أغلب الأطفال اللي معهم توحد معهم ADHD طيب خلينا ننتقل الآن على النوع الثاني من الإضطرابات اللي هو يمكن الناس كتير بتعرف عنه أو بتسمع عنه اللي هو توحد هذا الإضطراب طبعا ليس بالسهل والولد طبعا بيكون تبعه شوي صعب بتكون حالته النفسية دائما مضطربة يعني up and down ما بيكون عنده زي صفية مستوية أو بنفس الرتم لا أحيانا بيكون اكتف أحيانا ديساكتف فهذا الوضع يعني بشكل عام أكيد بيأثر على الطفل فما بالك في وضع حجر ومش قادر يطلع من الباب ومش قادر يتحرك ومش قادر يسوي نعم شو الرسالة أو شو الطريقة اللي ممكن نتواصل مع هذول الولاد هادي هذا يعني مشكلة بحد ذاتها للأسف يعني نحنا وهذا بعاني هلأ في مع العائلات اللي بنشتغل معهم إنه وقفنا ثرابي طب يعني في شغل قدرنا نعمله أونلاين في بعض الحالات لما بيكون عندنا في التوحد هو اضطراب عنده إلو عدة أشكال ففي من الأشكال الاضطراب التوحد إنه الطفل هاي فانكشنينج بيكون فبيكون علامات التوحد عنده جدا بسيطة أو إنه يعني أثرت على منحة اجتماعي مثلا بس النطق عنده والاستيعاب عالي عنده حركات لا إرادية ولكن هو ذكي فالأطفال هدول قدرنا إنه نشتغل نكمل شغل معهم بالأونلاين تليهيل لكن الحالات الأخرى اضطرنا أن نحطها انهول للأسف وهون بيجي المشاكل الأهالي اللي عم بتواصلوا معي إنه أنا ما عندي ثرابي أول إشي بدنا نحكي عن عدة شغلات بهذه النقطة أحاول إني أحكي عنها سريعا وإذا اضطرنا إنه بدنا نحكي فيها أكتر أنا برضو في الخدمة موجودة النقطة الأولى إنه هل هو بتأثر هو بتأثر 100% زيه زيه غيره الطفل اللي معه توحد هو غير متخلف عقليا فلنكون واضحين للنقطة هذه فهو بيستوعب فرجاء احكوا لهم شو اللي عم بصير حتى لو كلمات بسيطة حتى لو إنت مش متخيل إنه فهم عليك لا احكي له اللي عم بصير لأنه هو حتى لو مش مستوعب هو شايف إنه أبو أمه في البيت هو شايف إنه الثرب اللي متعود عليها كتير ما عاد تتيجي المعززات اللي متعود عليها مش عم ياخدها الثرب اللي بياخده كل يوم ما عم بيرو إذا بيرو على المدرسة وعلى المركز اختلف برنامجه إذا نحن وهي النقطة اللي قلت من الأول بدي أحكي عنها بوضوع الرتيد إذا نحن البالغين تأثر برنامجنا تأثر نظامنا وبرنامج يومنا واختلف علينا وشعرنا بالانزعاج الشديد لأنه اختلف البرنامج طفل التوحد على الأغلب أغلبهم كتير كتير موضوع الترتيب والروتين جدا مهم عندهم رجدتي منقولها اللي هي ما عندهم ساعدوني بالكلمة العربي كتير ما عندهم فليكسبلتي ما عندهم مروه مروني ما عندهم ما بيقدر ياخد الأمور ما بيقدر يغير بالأمور ما بيقدرش الأمور عنده قالب واحد فأنا الروتين عندي أنا متعود عليه هيك لأنه معلوم عندي أنا متعود على الروتين فهو معروف عندي فأنا عارف شو رح يجي لما أنا عارف شو رح يجي متهيق له نفسيا اختلفت جزء بسيط من هذا الروتين الدنيا أيامي آمت وما عندهم طريقة أو ميكانيزم ليتعاملوا مع هذا الاختلاف يعني مثلا إذا متعود الولد يصحى الصبح يأكل ويغير تيابه ويطلع على المدرسة هلأ ما عم يعملها الدنيا اختلفت الحياته وقعت هو هيك عنده ما بيقدر يستوعبها ما بيقدر يستوعب أنه هو تغير بسيط في البرنامج فمشان هيك منقول اللي عندهم أطفال معهم توحد رجاء وعشان أنتو ترتاحوا حاولوا تستضلكم مع تمدي قدر الإمكان على الروتين حتى لو الروتين هذا مثلا ما عاد فيه ثرابي على الأقل أنه يصحى الولد يلبس يفطر يقعد يعمل الثرابي الأم تعمله الثرابي أو الأخت أو الأبو يساعدوا بهذا الثرابي وياخد المعززات اللي بياخدها والبريك اللي بياخده نحاول قدر الإمكان أنه نحافظ على الشكل اليوم عشان يمرء بسلام عشان الولد ما يتأثر لأنه تأثر جدا سيء ورح يكون علي عنف متأثر ما رح يعتبره تأثر طبيعي رح يكون علي شكل عنف أو شكل بكاء أو تانتروم أو هاي الأمور كلها فهذه نقطة كتير كتير مهمة الأطفال اللي مع انتوحد هم بحسوا زيهم زي الأطفال العاديين شرحوا لهم شو اللي بصير ممكن ما تقدر تشرح له حسب حالته زي ما حكينا بالتفاصيل ولكن هاي فانكشنينج منهم هم أذكياء جدا جدا تشرح لهم إياه زي ما بتشرح لأي حدا اللي أقل ودرجاتهم شديدة بالتوحد هدولا أسأحكي معهم إنه في مرض ومشان هيك نحن قاعدين بالبيت عشان بس يستوعب شو اللي عماله بصير نحاول قدر الإمكان إنه نعمل دابليكيت للبرنامج تاعه اللي هو قبل بالبيت جاني أسئل كتير على نقطة إنه أوكي هو صر له شهر مثلا رح يصر له شهر بلا ثرابي أو صر له أسبوعين ونحن مش عارفين شو رح يأثر شوي ناخد ناخد نفس يعني الدنيا ما رح تخرب ما تزيدوش هم فوق همكم ما تزيدوش خوف على خوفكم ما رح يصير شيء أسبوعين ثلاث أسابيع من غير ثرابي ما رح يصير فيه تأثير آه لكن مش رح يكون تأثير شديد جدا آه وبنفس الوقت إذا الأهالي ظلهم يشتغلوا مع الولد بالبيت آه نشتغل معه على الأشياء اللي سكلز المهارات اللي هو صار يعني بيعرفها أعمل له لإلها مينتنس أعمل له لإلها مداومة أشتغل له على مهارات البيت أشتغل له على مهارات الـ هادي أنا بالبيت بقدر أعملها كيف يروع على الحمام إذا كنت مثلا لسه مش معلمته آه كيف يأكل بالمعلقة كيف يغير تيابه كيف يأكل على الطاولة كيف يرتب تخته كيف يساعدني بتنظيف البيت هادي كلها مهارات سيلك هيل مهمة جدا جدا للطفل اللي معه توحد وهي إجا وقتها فما يشعروا بأنه أوكي ما فيه ثرابي أوكي ما فيه ثرابي بالشكل الطبيعي التقليدي للثرابي لكن نحن مع التوحد كله ثرابي نحن بنعلمه من الألف آليا بنعلمه حياته كلها فهي أكيد رح تلاقي لك شي رح يلاقي الأهل في البيت شي يعملوا بحيث أنه يعلموا يا للولد تفضل بسرح حقيقة أنا يعني اللي بدي أحكي أنت كان عندك سؤال على الأجهزة اللي بدي أحكي أنا بس قبل موضوع الأجهزة اللي بدي أحكي أنه كل ما نسمع شيء جديد بنحس بهذه الأمان اللي إحنا بين إيدينا بنحس بهذه المسؤولية اللي بين إيدينا بنحس أنه موضوع تأسيس أسرة يا جماعة مش مجرد واحد وواحد التقوا وتزوجوا وأنجبوا وبعدين خلص هذولا بيتولاهم المولى عز وجل وإحنا نايمين وكسالة ومستنى الأقدار لا هذا يعني مجتمع كامل ومحتاج تعب ومحتاج نشاط السؤال اللي ذكرني فيه دكتور جمال أنا ما ليش ما ليش تواني بدي أضيف شغلة فيه لصديقه عنده ابن عنده توحد بقول لي أو في البداية كان الموضوع صعب واخدته بطريقة صعبة لكن بعد عدة أشهر يعني جلست هيك مع نفسي وجدت أنه الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا الولد عشان يعطيني حسنات كل يوم يعني هذا ربنا بعطيك قاعد كل يوم كاش حسنات فاستغل هذه الحسنات والحقيقة والحقيقة أنا وصلت لنتيجة أنه الناس اللي عندهم أو الأطفال أو حتى البشر اللي عندهم أن رب العالمين بيأخذ منهم شيء ما بيأخذ منهم طاقته بيأخذ منهم هذا كأداة لكن الطاقة بالظلم موجود وتتوزع على باقي باقي أعضاء الجسد ولذلك بتشوفي الأعمى عنده بصيرة أكثر من أي واحد فينا أنا أذكر كان فيه واحد ضرير كان يعرف الشخص من لمسة إيده نعم كان لما يسلم عليه الشخص وسلم عليه شخص أمامي كان مش شايفه من ست سنوات وما حكى ولا كلمة وحكى لي ما تذكره فيه سلم عليه وساكت أول ما لمس إيده تذكره فتتوزع وبحكي لأبني مرة بحكي له رب العالمين لما بيأخذ عضو من أعضاء هذا الجسد ما بيأخذ طاقته بوزع الطاقة تبعه على باقي الأعضاء فبصير عنده طاقة وعنده إمكانيات في الأعضاء الثانية أكثر فرد علي ابني رد علي ابني بحكي لي ولذلك الآن ما بيسموهم دي سموهم دي سموهم دي سموهم دي سموهم نعم نعم وأنا بواجهها هادي بكتير بشغلي ولكن هنا يعني كتير بيجيني أهالي بيقولولي هو معه توحد ولكن ذكي جدا جدا برضو هادي ميس كونسوبشن يعني برضو مش صحيح يعني ما بدنا نعطي الأهالي الناس معلومات خاطئة أو أو آمال خاطئة مش كل الأطفال الأيكيو تاعهم أطفال التوحد نسبة الذكاء تاعهم عائل عالية مش كلهم هو اضطراب بيأثر عليه في بعض في كتير منهم عندهم زي ما تفضلت أنت قدرات هائلة يعني أنا نفسي بوقف قدامها ولكن في منهم لا الهدف أو دوري أنا كشغلي والأهالي أن نوصله لبر الأمان وبار رب العالمين بتولاه ما حدا ربنا ما بيترك حدا خلقه ولكن أنا أدا لأني أوصله لهذه النقطة فكتير كتير كتير مهم أني أنا بس الفترة هذه رجاء للأهالي إن كان أهالي معهم أطفال الطبيعيين أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو زي ما تفضلت أو زي ما الناس بيسموهم ذواء الهمة أو المسميات هذه كلها مسميات أرجوكم بالفترة الحالية أننا فيها إحنا بظرف استثنائي فمقاييسنا لازم تكون استثنائية يعني بمعنى توقعاتنا هدوا شوي هدوا لسا توقعاتنا لازم تكون شوي أقل يعني لازم نتوقع وما كتير نضغط على حالنا ونتعب نفسيا ونجيب لحالنا الانجزاية والخوف والقلق لأنه ابني مثلا هلأ المدرسة ما بعتت له المعلومات وما بلش دراسة ما رح يصير شي أو ابني اللي معه توحد ما صار عنده ثربي صار له كذا يوم بلا ثربي ما رح يصير أنا من خبيرة بقولك ما رح يصير مشكلة كتير كبيرة لازم توقعاتنا تصير ملائمة للمرحلة اللي نحن فيها نحن بوضع استثنائي مش لازم نطلب لا من بلادنا إنها تكون كاملة وتوقعاتها عالية ولا من أنفسنا حتى لو من نفسك إذا تعبت روح نام إذا شعرت بالقلق وقف مش مشكلة إذا عندك واجب أو عندك امتحان أو عندك مهمة لازم تعملها وشعرت نفسك overwhelmed بكل هاي المعلومات بكل هاي المعلومات خد نفس مش مشكلة لازم لازم ندير بالنا على صحتنا نحاول إننا ندور على طريقة طرق زي المدتاشن زي الميندفولنس زي اليوغا جدا 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 مهمة بالوقت الحاضر الصلاة شو ما كانت شو ما كانت ديانتنا المدتاشن هاي الأمور جدا جدا مهمة لحتى نقدر إننا نتجاوز المرحلة الغير استثناء أو الاستثنائية الغير طبيعية اللي نحن بنمرأ فيها طيب أنا السؤال يذكرني فيه دكتور جمال موضوع الأجزة الإلكترونية نعم هل الأجزة الإلكترونية والبرامج والجيمز والألعاب اللي بيلعبوها هل هاي بالمطلق مضرة ولا بالمطلق مفيدة ولا في أنواع منها حتكون مفيدة وأنواع منها حتكون مضرة إيش الخصائص تبعي المفيد وإيش الخصائص تبعي المضر أوكي هلأ أنا بشكل عام بالألعاب نفسها ما كتير أنا عمري ما بلعب جيمز مش شيء بحبه يعني فما عندي كتير معرفة فيه ولكن بشغلي إحنا إحنا بنستخرم الإلكترونيك كتير بشغلنا وجدا رائع هي أداة رائعة فإذن هو سلاح ذو حدين نحن اللي بزيد عن حده بنقلب ضده يعني المثلة اللي كلنا بنعرفه إن كان أطفالنا النيروتيبيكال أو الأطفال ذو الإحتياجات الخاصة أكيد فيه ألعاب مفيدة وفيه ألعاب ما إلها ما إلها فايدة ما إلها فايدة بمعنى ما في شيء ما إله فايدة بالمطلق يعني إلا طبعا المضر للجسد يعني ولكن الجيمز ممكن أنه يلعب بوقت معين بشيء معين ويلعب وينبسط إنه بس ينبسط هاي فايدة إنه ابني ينبسط هذي فايدة هل الفايدة بتصفي إنه هل ابني لعب ساعة أو ساعتين أو لعب سب ساعات هون بتصير اختلافنا لكن الأداة نفسها مش خطرة هل في ألعاب أو فيديو مفيدة أو لأ هون بتصفي على حسب الفيديو أو اللعبة أو البرنامج الجهاز اللي بدي أستخدمه شو رح أخذ منه فائدة أو شو رح يقدم لي وظيفة يعني مثلا أنا بالوضع اللي أنا فيه مثلا الأطفال اللي معهم توحد هلأ لما بيكون عندي الوضع طبيعي بكون أم بستخدم كارد فبكون أعلم الولد بالكارد شو هذا شو هذا حكي لي عن هذا بستخدم الكارد هلأ أنا مش موجود عندي عنده لحتى ما أعلمه برامج الكارد على الآيباد رائعة وقايمة بشغل وزيادة فأنا بكون ماسكي آيباد والولد بالطرف الآخر ماسك آيباد وبقول لي شو أطلب منه وبجاوبني وبنلعب ماتشينج وبنلعب فعم نشتغل وعم نتعلم فمثل هيك لما بيكون أنا عندي طفل مثلا عندي توحد أنا بعرف البرنامج اللي أنا كأم أو أبو بعرفي البرنامج اللي عنده بدور ببرنامجه بالتريتمان تاعته بدور شو في شيء برنامج أنا بقدر أنزله بشابه برنامج على الآيباد فببلش أعلمه بهذا البرنامج حشان أخلي هذا وردي هو رح يمسك الآيباد لا خليني أستفيد منه تقنين الوقت طبعا في غنى عن الكلام عنه لازم نقنن وقت الأولادنا لأنهم لو ما سيطرنا على الوضع هذا بيخرج عن سيطرتنا يقعدوا كثير على الأجهزة ولكن طبعا الأجهزة مفيدة إذا عرفت أني أستخدمها وعرفت أحطها أوظفها بطريقة سليمة حسب الحال اللي أنا عندي طب هلأ طبعا التعلم عن بعد هذا كمان رح يفتح النابواب جديدة شو رأيك فيه؟ أنا بعتبر أنه الدنيا اختلفت من الحياة قبل كوفيد 19 شيء وما بعد كوفيد 19 شيء تاني واللي بيقول لي بنا نرجع للطبيعة بقول له ما في شي رح نرجع له نحن هلأ رح ندخل مرحلة تانية في تاريخ البشرية كلها نعم فما في شيء اسمه رح نرجع زي أول لأنه اللي صار تغير جدري رح يصير فرح نشوف كتير من الإير ليرنينج ورح نشوف كتير من الوظائف مش رح ترجع لأنه جربوا أنه يشتغلوا من البيت ومش الحال فرح يصيروا يشتغلوا من البيت أغلب الشركات رح يوفر على حالها الحكومات نفس الشي رح يصير فيه شفتنج لشغلنا أنا شغلي للونلاين وأنا ما كنت أتخيل أنه ممكن أعمل شغل أونلاين عم بأعمل هلأ دورات ووركشوب في في دبي وأنا هنا وعندي عندي وعندي على أبعد ستة آلاف مايل يعني الحياة كلها اختلفت زي عن أول فالإي ليرنينج إذا بدنا نتطلع له هو إليه إيجابيات جدا رائعة أنا من الناس اللي كثير بحبوا لأنه سهل علي الشغل وسهل علي التعلم أنا لما كملت الماجستير ولما شغلي ولما حتجته جدا ومشي النقطة بالنسبة لأطفالنا نقطة كثير مهمة هذا البرنامج جديد عليهم ولكن خوفنا نحنا من الموضوع أكتر من خوفهم أولادنا بتعاملوا مع التكنولوجيا أحسن منا وأكتر منا وأسهل منا فالموضوع إحنا خايفين منه لأنه نحنا عمرنا ما تعملنا ما تعملنا ما درسنا أونلاين أو e-learning ولكن أولادنا كلهم بيشتخدموا e-learning من زمان وبتعاملوا فيه أنا ابني بيكون هنا وبيعود بيشتغل قبل الـ COVID-19 وبيشتغل وبيبعت لما علمته الـ Google Chrome والGoogle Doc والGoogle Class هم هم متعودين يشتغلوا هذا الشيء لما كنت بالسعودية قبل سنتين أولادي أصلا بمدارسهم ما كان فيه كتب بشويفات من سنتين ثلاثة الأولاد بيستخدموا الآيباد فهم أولادنا متعودين على e-learning أكتر منا وبالعكس أنا شاعري أنهم رح يكون أسهل عليهم ورح حبوه ويكون أكتر إنتاجية لأنه بواكب العصر هم حياتهم كلها عبارة عن جزء عن الكترونيك الكتاب كان هو الشيء الوحيد أو الدراسة الشيء الوحيد اللي غير عن هذا النظام فتخيل هلأ مع دمجه مع بعضه وطبعا هذا الوضع كله رح يكون عليه بعد كم سنة دراسات مهولة رح نشوف نتائجها بعد وقت مش هلأ يعني يعني أنا بشوف المشكلة في الإي ليرنينج مش في تعامل الأولاد مع الإلكترونيك بقدر ما إنه هل المدارس والمدرسين مؤهلين للكلام هذا ولا لا هذا اللي أحكيتهم مؤهل المدرسين نفسهم إحنا جيل ما تعاملنا كتير مع الإلكترونيك زي جيل طغير فنحنا نفسنا أنا نفسي أنا بواجه مشكلة لما بعمل الإي ليرنينج أو الساشن أونلاين أنا كثرة بستلي بداي أمل أخيل يمكن الطفل ما يدايق أكتر مني صحيح فهو حيكون في حاجة لدعم المدرس بأبليكيشنز اللي تساعده كتير على إنه كأنه في الصف وهذه لسه بجوز لأنه إحنا دخلنا في المرحلة فجأة زي ما حكينا فهذه في عليها شغل وكمان الارتفيش الانتليجنس لازم حيبدأ الشغل فيها بشكل شكل كبير في الاريا هات لازم نترك شغلنا ونبلش ندرس بهذا الموضوع لأنه وضع هذا يتصير أكيد أكيد شوف الحاجة أم الاختراع يعني دائما بحكو يعني وصلنا إلى أحد فيه الدكتور مخلص سأل سؤال أو حط كومنت إنه الخوف المالي هو من أكثر الأشياء الآن تؤرق الأهالي وبالتالي قد تؤثر على الوضع النفسي للعائلة نعم فيه أخه صديق هون اسمه أحمد بسأل عن ابنه عنده فرط حركة وكثر نشاط وعنده كاين اللي فهمته صرع سابقا أو حالة مرضية لحالة صرع سابقة وربما تماثلت للشفاء أو لا تزال قائمة المهم بسأل هل يستطيع هذا الطفل أنه يخرج ألا يمكن أجاوبك أستاذ أحمد الوضع مش يعني تستينج أنا والله بطلع الولد يمكن يمرد ويمكن ما يمرد لا الوضع أنه لازم نكون حذرين يعني إذا طلعته في الـ فرونتيارد وبعيد عن الناس على ما لا يقل عن مترين فإن حوالين البيت بس ما يطلع والله والله والناس عم تطلع رحل ومتطلع باربيكيو للأسف طبعا الاحتكاق قد يكون أكثر وقد تعرض ابنك للعدوى يعني الموضوع العدوى هون يا جماعة بس دحكي كلمة هذا الفيروس جديد كل يوم عم بطلع شغلات جديدة يوم بقول لك البس ماسك يوم ما تلبس ماسك يوم بنتقل عن طريق الترفس يوم بنتقل على الهواء وطبعا برجع وبضح هذه الموضوع فالفيروس جديد فما بدنا إحنا يتجرب فينا خلينا نكون قدوة لنفسنا وأبنائنا فنتبهوا يا جماعة على الموضوع الآن الموضوع في ذروته إحنا الحمد لله في كندا وصندنا مرحلة قدر المستطاع قدرنا نضغط الكيرف اللي بيحكوا عنه هذا أو المنحنة المنحنة فبالتالي إن شاء الله نقدر نستمر على هذا الوضع لأنه إذا ما استمرنا النظام الصحي كله رح يتدمر ورح يصير زي في إيطاليا عمره 80 الله يرحمه غض النظر فالموضوع صعب الموضوع صعب في الأستاذ رامي طاها سأل سؤال وهو بدأ في جملة رائعة إنه هذه الفترة فترة استثنائية وستزيد من خبرات أطفالنا تعطيهم خبرات لم تكن موجودة وستكون جزء من شخصيته نعم نعم السؤال هو ما بعد الكورونا إن شاء الله تمر المرحلة كيف لازم نرجع للطبيعة أو هل سنستمر إيش رأيك أنت في الموضوع مع الأطفال شوف من دراستي درست بعض المشاكل يمكن مش كورونا أو بيئة ولكن ممكن إنه نحن نعكس الدراسات هاي على الوضع هذا لهو المشاكل النفسية بعد حدوث ضرف ضرف استثنائي إن كان أنا دققت أغلب الدراسات بتكون لما بيصير الحروب وبعد الحروب هلأ نحنا والله الحمد ما شايفين لهلأ موت أو وضع سيء ولكن مش بعيد نيويورك عم بيشوفوا هاي الأشياء بشكل كبير أطفالهم وعمالهم بفقدوا آقاء بفقدوا ناس عزيزين عليهم فالصدمة النفسية كتير كبيرة فبنقدر إننا نقول إنها بينعكس عليهم زي الدراسات لبعض الحروب بعد الحروب يعني فالدراسات بتثبت إنه مشاكل اللي بتصير النفسية بعد انتهاء المشكلة هون هاي نقطة كتير 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 مهمة ولازم إننا نبلش ندرس نشتغل عليها الموضوع ما رح ينتهي زي ما حكيت بانتهاء الوباء بإذن الله تعالى الموضوع بعد هيك رح يظلوا متأثر عليهم الأولاد رح يظلهم شعور عدم الأمان بإنه ممكن يصير شيء الأمور مش دائما مش دائما جيدة موضوع عدم الثقة رح يصير عندهم رح يصير شاعرين بعدم الثقة بالحياة عدم الثقة بالثوريتيز عدم الثقة هاي الأمور كلها رح نواجه كتير مشاكل وحكي عنها بعد هيك كيف نتعامل فيها هلأ نحن زي ما حكيت دائما أنا تحاول أن نكون خطوة سابقة يعني سابقين أولادنا بخطوة جهزوا حالكم من هلأ لكتير أسئلة جهزوا حالكم في حالة الوضع صار أسوأ كيف بدي أنا أجاوب ابني نجهز حالنا أنه بعد ما تنتهي الموضوع هذا كيف رح يرجع ورجوعهم رح يكون مختلف لأنه صار لهم فترة طويلة بعاد عن بعض فيمكن أنه الولد يكون صاحب وبطل يحكي معه أو الولد هاي الأمور اللي نحن بنعتبرها بسيطة عند الأولادنا شغلة كتير كبيرة موضوع الخوف لأنه في عندنا كتير أولاد رح يظلهم عند الإنزاية عندهم عالية ورح يخاف يرجع على المدرسة فهونا نقطة كتير بدينا ننتبه لأنه كيف أنا برضو بدي أهيئ نفسي أنه لما بينتهي الموضوع هم أكيد ما رح يرجعونا على المدارس إذا رجعنا من هون لنهاية السنة إلا يكون الوضع تمام فكرة أنه نحكي مع أولادنا ونهيئهم أنه بايدا وي ممكن كتير ما ترجعوش على المدرسة هاي نقطة كتير مهمة الأولادنا هلأ بتعاملوا مع الموضوع على أنه نحن راجعين على المدرسة شهر أبريل ولا شهر ماي مش عارفين نحن رح نرجع ولا ما نرجعش هاي النقطة احكو فيها مع أولادكم احتمال ما ترجعش على المدرسة احتمال يجي الصيف وما تشوفش أصحابك احتمال ما ننزلش ما نقدرش ننزل على الإجازة السنوية اللي صار لي واعدك فيها كذا سنة disappointed هاي المشاعر الخضلان اللي رح تصير والخضلان طبعا رح ينعكس على غضب لما بصير غضب بده ينعكس على aggression وعلى غضب جسدي ولفظي بدنا ننتبه كيف إنه نحاول نتطلع على السبب المشكلة مش عالعرض نحن كلنا معصبيين وتعبنين من الوضع هذا وبيطلع منا أوقات نحن الكبار تصرفات كلام غير مسؤول كيف هذا الطفل صغير فلو لو حكى كلمة لو بدنا نكون شوية بالنا طويل عليه وبدنا نكون expectation تاعتنا بمحلها مش كتير كتير هاي لا نعطيهم آمال كاذبة ولا نحطم نفسيتهم بحيث إنهم يظلهم خايفين بدنا نكون ماسكين العصاي بالنص يعني زي ما بقوله نعم طبعاً يعني الوقت يداهمنا وللأسف حابين نجلس معك أكتر ما بعرف إذا في عندك أسل أستاذ محمد أنا حاب أشكر أستاذ عبير صراحة العفو أنا عندي أنا عندي نقطة حاب أني أحكي فيها نقطة جداً مهمة رجاءً إذا بعطوني وقت إذا معي وقت ولا كيف تفضلي تفضلي في نقطة كنت حاب أحكي فيها موضوع إنه لما حكينا عن موضوع إنه لازم تكون أنت مثال لأولادك مثال لأولادك بتقصي المعلومات الصحيحة مثال لأولادك بكيف أسيطر على خوفي مثال لأولادك بأنه كيف أنا أحكي عن مخاوفي وعن قلقي ومثال لأولادي بإني don't blame others للأسف يا جماعة نحنا عم نوقع بهذا الفخ كتير كتير نحنا قاعدين لما صارت مشكلة الكوفيد من أولها قلنا صرنا نلوم تشاينا خلصنا لما ولما فكرنا إنه ما رح ينتقل لأي مكان رح يظلوا بس بشاينا معناها صرنا نلوم فيهم لما انتقل صرنا نلوم بأهل أوروبا ونقلوا على إنا لما انتقل لعنا صرنا نلوم يا موضوع التلويم هذا أول إشي ما بيجيب إنا نتيجة وعلميا غير صحيح واللي إثبتت الدراسات إنه ما في مرح لهلأ إحنا مش عارفين شي عن هذا الفيروس كل يوم بيطلع عندنا بمعلومة جديدة بس اللي بهمني بهاي النقطة بالنسبة للأطفال إنه ما تعلم ابنك يلوم الناس أو الأشخاص أو الأماكن لما بواجهوا مشكلة أنت هيك بتعلموا إنه في علاقة علق عليها كل شيء أنت مش قادر تواجهه لأنه كتير سهل علينا وكتير مريح لإلنا إنه نعلق عليها العلاقة ونبلش نلوم بالناس عشان نشعر إنه إحنا كويسين لا هذا أنت بتعلم ابنك صفة جداً سيئة رح يواجهها ورح يتعلمها ورح يتشربها وبعد هيك قدام أي مشكلة رح يواجهه أول شيء رح يلجأ له اللوم يلوم فلان وعلان والحكومة والبلد والناس ما تعلموا اللوم نقطة وهذا رح يكون طبعاً مثال لو تظلك تحكي له من هون لمكرة مش هيستوعبوا إذا ما شافوا فيك نفسك النقطة الثانية البليمينج بيخلق مشاكل وستيجما وريسيزم ونحن ما بدنا نعلم أولادنا هذا الشيء فرجاءن هاي نقطة جداً جداً مهمة لإني واجهتها واجهتها مع أولادي واجهتها مع كلاينتس واجهتها مع ناس اللي بعرفهم رجاءن ما تلوم طبعاً في خبر مهم جداً أنا حطيته تحت في الفيديو وحطيت في الكومنت أعلنت طبعاً الحكومة الفيدرالية دعمها للصحة العقلية للأطفال والشباب خلال مرحلة الكوفيد-19 من خلال مؤسسة اسمها Kids Help Phone لها موقع اسمه kidshelpphone.ca kidshelpphone.ca ممكن يتحدثوا مع خبراء للصحة النفسية لمساعدتهم على تخطي هاي الأزمة الحالية وذلك من خلال اتصال ممكن تصلوا على رقم 1-800-6686-868 سهل جداً 1-800-6686-868 أو يرسال رسالة طبعاً باللغتين اللغة الإنجليزية والفرنسية 24 ساعة طول أيام لأسبوع فهذه ممكن نستفيد منها برضو لأننا متاحة للجميع طبعاً طبعاً حابب أذكر أول شيء في مشروعنا أو لقاعنا غداً راح يكون مع الأستاذ خالد القدرة عن موضوع التخطيط المالي وهذا شيء مهم جداً خاصة في المرحلة الحالية شو نسوي خاصة الناس اللي فقدت وظائفها الناس اللي عندها investment خاصة في الstock market هيحكي كتير شغلات هنستفيد منها إن شاء الله نشكره هو تبرع بوجوده معنا غداً فإن شاء الله نشوفكم يوم غداً الساعة 8 باسمكم وباسمي واسم زميلي وأخوي صديقي الأستاذ محمد تميمي نشكر الأستاذ عبير اللي عطتنا وقت ثمين سواء الحلقة الماضية أو الحلقة هاي دايماً هي سباقة للخير وإن شاء الله المعلومات اللي شاركتنا لياها اليوم تكون مفيدة للجميع وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتك نحن نشكر كل من يتفاعل معنا في هذا الموضوع نتمنى منكم أي نقد أي فكرة أي واحد حابب يحكي بشيء ممكن يفيد في الجالية هذا الوقت اللي ممكن تكسب فيه حسنات من الله سبحانه وتعالى فتواصل معنا نحن بصدر رحب نستمع لكل الآراء نستمع لكل الانتقادات وكل الشكر والشكر لله طبعاً في الأول وفي الأخير لكن لن نستطيع أن نستمر بدون آراءك وبدون أفكارك وبدون دعمك وبدون الأشخاص المميزين زي الأستاذ عبير والأستاذ خالد تواصلوا معنا وقالوا إحنا مستعدين نعطي من خبراتهم ومن علمهم فنشكرهم جزيراً وشكر لله مرة ثانية شكر لأخوي محمد اللي دائماً نراكم إن شاء الله في حلقة غداً عن التخطيط المالي مع الأستاذ خالد تسبوع على خير مع السلام بأمان الله شكراً